في وقت يزداد فيه إصرار الأساتذة المضربين على حركتهم الاحتجاجية تتعدد معها الأسليب الردعية من قبل وزارة التربية الوطنية التي لجأت إلى استعمال مفتشية المواد من أجل تهديد الأساتذة المطربسين ومنعهم من الإضراب كان مدايقة أيضا من المفتشين للمواد لأن الأمر هذا والتعليم هذه صدرت من الويصاية إلى المديرية التربية إلى المفتشين المواد إذن كانت حكاولي بعض الأساتذة كانت اتصالات من المفتشين قالوا المطربسين ما تديروش إضراب نحن مقدش نتراجع على القرارتنا بالإضراب وأنه عدم الموافقة على مثل هذا النوع من القرارات لأنه يدر بالموظف بصفة عامة أنه كان صبناه باللي يناسب ويضمن حقوقنا نوافقه عليه معلناش مشكلة نداء عاجل بعثه التلاميذ في اليوم الثاني من الإضراب خصوصا تلاميذ الطور الثانوي الذين دعوا الوزير بن غبريت للتدخل لإيجاد حل للوضع الذي تسبب في التشويش عليهم الوزارة لازم تدير حل لازم تدير حل لازم تدخلوا للتلاميذ يقرأوا كما كانوا إن شاء الله في آخر هذا العام لازم الوزارة تشوفنا مع الأساتذة وتلقى لهم حل وتسوي لهم وتطلب التوحهم جولة ثانية إذن من الحركة الاحتجاجية تختتم ويبقى الصراع قائما بين مختلف التنظيمات النقابية والسلطات الوصية في انتظار التصعيد مستقبلا حسب تهديدات تكتل النقابي ترجمة نانسي قنقر